الله اللبناني أن مقاتله شنوا هجمات بصواريخ المدفعية والمسيرات على مواقع الجيش الإسرائيلي أوقعت قتلى وجرحة وبث الإعلام الحربي التابع للحزب مشاهد لعملية استهداف دبابة مركعفا في ثقنة دوفيف إضافة إلى استهداف تحرك لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية أما في القطاع الشرقي فقال الحزب أنه استهدف بصواريخ المدفعية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا وثقنة زبدين في مزارع شبعة كما استهدف بمسيرات هجومية تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع البغدادي بالإضافة إلى استهداف جهاز تشويش في موقع العاصي